موسيقى 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 ولما كان الفرق الستة نقاط وخمس نقاط وسبع نقاط يعني قبل كده قلت ان الموضوع لسه يعني انا اتصور ان هو ممكن في الاسابيع الاخيرة يعني تتكلم في تلات اربع اسابيع في الاخر هيبان شوية الدنيا ايه لسه في سنرهات كتيرة في عشر مباريات غير مباراة ما بيننا وبين نات الزمالك تاني فانت بتتكلم على الاقل تلاتة وتلاتين نقطة تلاتين نقطة غير التلات نقاط بتوع المباراة بتاعتنا مع نات الزمالك فده سيناريو كبير جدا وفيه تغيرات كتيرة جدا وفيه اجواء كتيرة جدا هيعيشها الفرقتين خصوصا ان انت بتلعب مضغوط وهو هيلعب مضغوط احنا هنلعب في دول الابطال مع الدوري هم برضو بلعب في الكنفدرالية مع الدوري واعتقد ان الاكسر تنظيما الاكسر هدوءا اللي هيتعامل في تدوير المباراة اللعيبة بشكل كويس جدا عشان يحافظ على الاداء بتاعه ويحافظ على النتيجة دون الدخول في اصابات واجهادات اعتقد هيكمل يعني الاريحية بتم موجودة كابتن يوسف اما نشوف ممكن قوة ضربة على دكة البودلاء بجانب اللعيبة المميزين جدا الاصابات اللي عادت للينا واللعيبة اللي كانت غايبة بشكل كبير على ما اعتقد فرق بشكل كبير لان الدكة دكة قوية لكن زي ما من الارضية الملعب اثرت علينا لنادي الاهلية الملعب بيكون مستوي وملعب بيكون مهيئ الجملة التكتيكية بتبان الشغل التكتيكي اللي بيبزل في تدريب يبانك معاك النهاردة خمس اوراق قوية جدا حتى وياسر ابراهيم كمان بتتكلم في احمد فتحي بتتكلم في حسين الشحاد بتتكلم في جرالدو بتتكلم في ازارو بتتكلم في صالح جمعة كلها اوراق تقدر تصنع لك الفارق لكن يعني انا بقول دايما ان كل مباراة لها سيناريو ولها قصة لوحدها النهاردة كان فيه مفاجأة او فيه دفع بصالح جمعة اه على اساس في اخر عشر دايق بالاضافة للتلات دايق الوقت الضايع ممكن كان يعمل حاجة او يعني يصنع لك حاجة في وقت دايق جدا خصوصا نازل مالك وهو بيدفع في الفترة الاخيرة كان بيدفع مضغوط شوية كان بينزل بيعمل عمك شوية في الدفاع فكشفيه مسحات قوي لكن في النهاية اه انت طلعت نقطة لكل فريق تغييرات كلها هجومية النهاردة يمكن نزل مالك لاجئ لتغيير اخير بتاعت محمد عبدالسلام تغيير تأمين في نص الملعب لكن احنا يعني كانت كل تغييراتنا هجومية في النهاية لسه لسه فيه مطشاط ولسه فيه عشر مباريات غير مباريتنا عشر مباريات بتلاتين نقطة لكل الفريقين وبالتالي فيه سنرها كتير استمرار الامطار وحالة التفص دي اليومين الجيين دولة مع مباراة الاتحاد الامر يبقى صعبة جدا يا كابتن يوسف يعني هتتعاملوا مع الامر ده زي لازم نتعامل مباراة هنا في اسكندرية وإحنا لازم نعيش المباراة من دلوقتي على طول ويمكن نحنا عملنا ريكوفر للمجموعة اللاعبين اللاعبوا وبعد كده بكرة عندنا برضو استشفى وبعد بكرة تمرين خفيفة ونخش على طول على مباراة الاتحاد مفيش وقت فلازم على طول تبقى أنت ممكن احنا كمان كان قرارنا ان احنا نقعد في المعاصقة عساس اللاعبة تعيش التركيز وكان ده قبل قرار ده قبل مباراة الزمالك ايا كانت النتيجة مهمة جدا احنا كنا نكمل وكنا نقعد عشان اللاعبتنا تعيش التركيز وتعيش التلات نقاب بتوع مباراة الاتحاد مهمين جدا بالنسبة مرحينا عن كابتن يوسف هي خطوة لسه في بطولة الدوري ومنها للبطولة الافريقية الافريقية عقب انتهاى مباراة الاتحاد طبعا كل تركيزنا ده قطف مباراة الاتحاد ان شاء الله يوم اثنين ودي مباراة مهمة جدا بتلات نقاط النهاردة مباراة الزمالك بتلات نقاط اه مباراة ديربي وهمة كل لكن في النهاية تلات نقاط النهاردة برضو تتكلم على مباراة الاتحاد بتلات نقاط بعدها نقف الملف دوري ونغير على طول على افريقيا ونركز مع بقى متحضرين كواس اوي افريقيا عشان توصل منصة التتويج فيها محتاجة تركيز ومجهود قوي جدا ودائما التفاصيل لما بتخش في الادوار النهائية سواء تمانية او قبل النهائية او النهائي او النهائي بيبقى التفاصيل مهمة جدا والحاجات الدقيقة مهمة جدا يمكن زي مباراة النهاردة برضو في حاجات كتيرة جدا نتكلمنا فيها وفي حاجات كتيرة جدا نكون واخدين واخدين بالنا منها فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون وفقين بس قبلها مباراة الاتحاد ان شاء الله نكون مركزين فيها مهمة جدا شكرا بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الالي تصريحات مهمة جدا ورؤية فنية